وإلى تطورات في تونس حيث حذر وزير الخارجية تونسي عثمان الجراندي من محاولات وصفها بإرباك العلاقات الدولية لتونس وعلى هامشي تسلم تونس لأربعمائة ألف جرعة من لقاح ساينوفاك من الصين أكد الجراندي أن محاولات المساس بالعلاقات الخارجية لتونس على عمل غير وطني وصفا علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية والإقليمية بأنها علاقات مبنية على الاحترام موسيقى